حضرتك شايف ان القصص القصيرة تصلح ان احنا نطرح من خلالها قضيانا الاجتماعية مشاكلنا الاجتماعية ولا الرواية بتكون افضل في ده وده احياء بيعتمد على حرفية الكاتب يعني يوسف ادريس مثلا طرح قضايا كتير جدا في قصص قصيرة حديثة شرف هي قصة قصيرة نبدأها مع انها تحوال ادلا فيلم لكنها في الاصل قصة قصيرة حاجات كتير جدا قدمت قدمها مثلا يوسف ادريس في موضوعاته هي كانت في الاصل قصة قصيرة وغيره يعني مثلا البستاجي اللي يحيي حقي هي مش رواية هي قصة قصيرة هي صحيح عدد صفحاتها كبير شوية لكنها ليست رواية لكنه ناقش فيها برضو قضايا فكان في هذا الزمن ممكن جدا الحسب حرفية الكاتب ان يلتقط زي جمهورية فرحات مثلا هو قصة في مستشفى للصول وبيجيبوله واحدة اقوله دي مجنونة ثم نكتشف من خلال هذه القصة عن هذه المرأة الارس العائلي واخوتها ومرسها هم اللي بيزقوها في هذه الحتة عشان يبقى مجنونة فتدخل المستشفى ويرسوها بشكل ما فهنا افكار كتيرة جدا وقضايا طرحت في قصص قصيرة وزي ما قلت الحرك ده بيعتمد على حرفية الكاتب انه هو يقدر يتناول قضية واحدة ثم يقدم شخصية رمزية شخصية ترمز الى هذه القضية ويقدمها الحقيقة عدد كبير من كتاب القصة القصيرة نجحوا في ده ايه الاكثر اقبالا علي تفتكر القارئ القصص القصيرة ولا الرواية؟ هو حاليا ومنس سنوات مثلا من خلال اخر عشر سنين هي الرواية لكن كان في الفترات اللي انا تناولت فيها كتابي تلاتينات واربعينات وما بعدهم كانت القصة القصيرة واستمر على فكرة الكتاب بيكتبوا الاثنين مع بعض يعني نجيم محفوظ وابد الحميد الصحار ويوسف إدريس نفسه كان بيكتب القصة القصيرة وبيكتب الرواية طبع محدش اخلص على عالم القصة القصيرة غير محمود البدو هو كتب قصص قصيرة فقط لكن للأسف في السنوات الاخيرة اصبح من النادر ان حد بيكتب الفئتين القصة القصيرة والرواية فيه برضو حد يعني مثلا مخلص على عالم القصة القصيرة زي الدكتور محمد المغزنجي لكن معظم الكتاب بيكتبوا رواية اكتر والحقيقة ده برضو يمكن توجه اللي خلاني ان انا عايز الفت الانتباه ده فيه فن تاني والفن التاني ده كان رائع وكان فيه ناس مهيدة الطريق وقدمت اعمال عظيمة ما ينفعش ان احنا نقفل صفحيته بقى صحيح صحيح